تحية نظرية للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات أفاضل والفضليات والفاضلات ونرفع شارة النصر عالية دائما للأحرار الذين ساندون ودعمون في وقت محنتنا لن ننسى الخدمات الجليلة التي قدموها لنا ولهذا الملف ولجميع المتعاطفين والمساندين الرسميين للملف ديالشيوخ الطربية والتعليم البكماخيين ده هايا النظامين الأصليين خصوصا على رأسهم ده هايا الزنزان التاسع ده هايا المادة 122-2003-2004-2005 لأننا لدينا ما يفيد أيها الأزلام والملف الذي له الأولوي والأسبقية والذي اعترف به أمزازي داخل قبة البرلمان وأمام لجنة التعليم والتواصل رسميا بعشرة الاف وميتين متقاعدين 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 2003-2005-2011 لهم الأولوي والأسبقية لهم ضحايا النظامين الأصليين لتم الإغفال ديالهم والاستثناء ديالهم والقسوة عليهم والإقساء ديالهم من المرسوم جوز 19-5004 ويجيبوا أزلام لما عندهمش للحق في الاستفادة من هاد المرسوم ديالجوز 19-5004 وهم الأفواج خريجي السلم التاسع سواء بالدوغ سواء بالإجازة الفوج 2012-2013 ويقومون بمنحهم سنوات اعتبارية لا تعنيهم واستفادة منها المادة 15-5004 مكرتة 9 مرات لم تعليهم ولا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد فهذه المادة هي من حق المتقاعدين بأسلم التاسع الذين أخفوا معالمهم وقدموا 4-600 ليهما مرتبون في التاسع وده خرجوا بالتاسع وعندوا بغير 6 سنين في التاسع ويالله كتوضفوا في 2012-2013 يالله تيحبوا في التعليم ولو عاطينوا وربعات سنين وكل سنة فوق عشر سنوات يحتفظ بها من أجل الترقي من العاشر إلى الحاضي عاشر هذا يتبت بأن هذه المادة 115 مكررتة 10 مرات كانت تستهديف وضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 112 اللي تقاعد ما فيهن 3-4005 وكل ما تقاعد بالسلم التاسع إلى 2019 اللي غبروهم وأخوا فور الحقيقة على أمزازي بأن ما بقاش واحد متقاعد بالتاسع هذو هما اللي تتعليهم المادة 115 مكررتة 10 مرات هذيك شي على جداله فيها يعني بعد منحهم أربع سنوات أي سنة فوق عشر سنوات تحتسبهم أجل الترقي من التاسع إلى العاشر في حين أن المتقاعدين بالعاشر والمرتبون في العاشر استفدوا من المادة 100 و15 مكررتة 8 مرات ولا يستفيدوا من السنوات التي تفوق عشر سنوات سنوات التي تتفوق عشر سنوات بعدما نحهم السنوات الاعتبارية ما تستفدوش من أجل الترقي من العاشر إلى الحادي عاشر إذن هذا يؤكد بأن المادة 115 مكررتة 8 مرات كانت تستهدف المتقاعدين بالتاسع لحاي المادة 112 لحاي الزنزان التاسع اللي تقاعدوا بالتاسع وماشي اللي تخرجوا بالتاسع فهذا تجاوز وخرق سافر للقانون وقرار باطل وما بني على باطل فهو باطل والآن يؤكدون وبالملموس بأن هذه الفوجين 2012-2013 هم تابعين للملفزة الزنزانة العاشرة خريجي التاسع وتم تحريف وتعديل الملفزة الزنزانة العاشرة لكانت يعني فقط لتوظفوا بالباكالوري وتخرجوا بالتاسع من 95 إلى 2005 لنتفاجأ أن الآن ولو ديرين ملفزة الزنزانة العاشرة من 95 إلى 2013 فكيف يعقل الملف هادو اللي خداهوا سنوات اعتبارية لا تعنيهم ظلما وجورا والملف ديالهم كملت في 2021 في طرف سنتين يعود تنيجود الخلوم باش يستافدون من سنوات اعتبارية أخرى وهذا ماشي غريب هادو التجاوج للخرق السافر للقانون الموفي جستيونير والنقابة التابعة لدى مع التوأم التي ينسق معها في يعني في استهداف ملفات بعينها لدائما تحلو فئات بعينها لدائما تستفيد مع الفوجين 93-94 عمل نفس المشكل ستافدون من 2014 من سنوات اعتبارية من المادة 15 مكررة ست مرات والمرسوم ديال 2019 تيقسي أي واحد استافد من المادة 115 من السنوات الاعتبارية وقساهم فعلا وبقاوا تيحتجوا وتبناتهم النقابة ديالي انتقام ومن بعد دوزهم تحت الدس وعود تاني استافدوا من سنوات اعتبارية من المادة 115 في خرق سافر للقانون وعطاهم سنوات اعتبارية وتم تحيينوا الوضعية الادارية ديالهم واعادة الترتيب الوضعية ديالهم وكاين اللي يستافد بالتسقيف كاين اللي مداز من تحال كفاء المهني الى اخيري تال 2010 وهو اللي ديري لليه 2007 وهو لمستافد كاين اللي يستافد من الطرقية بالتسقيف في 2020 وكاين اللي يستافد وآخر فوج رأس تافد بالطرقية بالتسخيف في 2021 غير هات الصيمانة فهات تحايل وهات تجاوز لن نسكت عن فضح سريرتكم إن شاء الله فضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 قادم 2003-2004-2005 اللي كانت طرقية استثنائية وكان خلصهم يترقعوا استثنائيا من 2003 في حدود 4 سنوات يعني 2007 بمفعول مالي وفعلا صدرت اللوائح الاسمية بترقيتنا من التاسع إلى العاشر ورغم ذلك قاموا بإقبارها وطمس معالمه والاعتمادات المالية صرفوا فيها ودوزوا بها حامل الإجازة المصنفين في التاسعة وقد قالها المرحوم المغفور له رحمة الله عليه السيد الوفاق الله مجعل قبره رودة من رياد الجنة قال لك مني جيت أنا لهذه الوزارة لقيت التحراميات والتشاليب والطرقية ديالكم لتقاعدتو بالتاسع وفي أحسن الأحوال تقاعدتو بالعاشر دوالكم صحاب الإجازة المصنفين في التاسعة وغاد ينصفكم وكون بقى كان غاد ينصفنا وكون بقى عمزازي كان هذا الميلف ديال ضحايا الزنزانة العاشرة ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 وأيضا لتقاعدو بالعاشر عشر ألف ومئتين لتقاعدو من 2003 إلى 2011 وكل من تقاعدة بالسلم التاسع من 2003 إلى 2019 كان هذا الميلف هو الغد يتحل ولكن للأسف الشديد جاء وزير آخر وانسيدو سويتا تبقى المسائل تتمشى بالظلم والحيف والجور ونفس الفئات المستهدفة هي التي تستفيد وهي التي تنال الحصة الأسد وإلى يتم خلق ميلفات خلافية في حين الآن مبقىش ميلفات خلافية والآن هذه النقابة اللي خرجاته تدير بأنه كان خلاف فالخلاف فقط فقط حتى السيناريو دي الإصلاح التقاعد ما عندهمش خلاف فيه واخدين الله قوغ من المركزيات النقابية باش ينزلو داك ش اللي كي والإصلاح اللي قالته عمزور وزيرة المالية هو اللي غادي يكون وأجلوه الآن لأن الأوضاع شوية مش حونة مع غلاء الأسعار إلى آخير يعني المسائل رخ دامن فيها اللي جار رخ دامن وكان فيه ماي غادي يكون كامل وقبل ما شوتين بير كان غا يكون جاهز وكان غايت غادي يتطبق في الفين وعبعة وعشرين الآن را داروه تتنسى القادية وتهمد الوقت ما باغين استضاع أما الخلاف اللي بين هاد نقابات الإضراب أو لأي خلاف اللي كين أي نقابة خرجته كين شي خلاف معامل حكومة عارفوا كين الخلاف بالنسبة لقانون تنظيمي للإضراب قانون النقابات مدونة الشغل والتعديلات اللي غد تكون فيها أو اللي كين فيها أصلا تعديل مدونة الشغل والحرية النقابية هاد شي علاش تهضره لأنهم عارفين غدولوا بغد غدا يقدروا ينزل عليهم ذاك شي أما هادوك الجوج هادوك را ديما ضامنين أن موتهم بوتهم والهم الكحراء في العرس ديما هما في العرس ذو هادوك الجوج هادوك اللي عارفين مرة لك ومرة عليك فخصهم يعني ضمنوا ذاك الحريات النقابية قانون تنظيم الإضراب والهمك حل يا الله تبارك الله عليكم شوفوكم في فيديو آخر ما تنسوش بارتا جوة الفيديو على نطاق واسع حتى تعمل فائدة كتر من الجيم إعجاب الليقاء اللايكات والدور مية وعشرين أما بالنسبة الليقاء ديال خمسة وعشرين أبريل فما تنتضرق ولا شي لأن المسائل بروغرام اللي كيرا ما عارفين وحنا بالنسبة للمشاريع المراسيم اللي كينا كلها تخص تنزيل ديالنظام الأساسي وإصلاح المنظومة التعليمية وأيضا المشاريع المراسي المشروع المرسوم ديال النظام الأساسي اللي انتهى غادي غايت طالوا عليه فقط ما كان لدي راسة ولهم يحزنون لأنهم ما را وقعوا في 14 ينير المحضر ديال المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي اللجنة را ديك شي اللي اللي وقعوا في المحضر را ترجمتوا إلى مشاريع مراسيم غادي يقرأوا عليهم وغايدورهم مية وعشرين ومن ثم غادي يمشوا للأمن العامي شدوا نوبتهم دان ما يبقوا شي زارتونينا في دماغنا ماشي داخل الجلسات تقولون شيئا وعلاقات جد إيجابية وعلاقات مسؤولة والهم لك هل وميني تتخرجوا الشغيلة بدأوا تتخطبوا له شي خطاب آخر كنتم جدين كن رأي حاجة وقعات تقولوا هالشغيلة اللي تتجيبوا لي نحن التوصيات أو اقتراهات ديالتكم توم وتقولوا راح نشدينها من القواعد وقواعد آخر حاجة تتلجؤوا لها والنقابات كما قلنا راهما معا لومو في جيستيونير وتنزلوا الأجوندا ديال الوزارة أو ديال الحكومة بسألة لا تناقش فالخلاف فقط تكون حول المسائل اللي قلت لكم قانون التنظيم للإضراب قانون النقابات تعديل مدونة شغل وحريات النقابية والميلفات التي ستحل ستاء ديال الميلفات اللي هي معروفة متصرفين ومن معهم هدوك ربعات الميلفات وجوجة ميلفات اللي كانوا خلوهم هدو كل ما تحلوا في عاد أمزازي ومشارع المراسم ديالهم كانت في 2018 إلى آخره إذن بالمسارة مدار تحاجق مزاد تحاجق بالنسبة التفاق ديال 18 يناير وفقط بعض الميلفات اللي عندها علاقة وخاصة تحل في النظام الأساسي رغض يتحل اللي قلتها قبل بحل إدماج ديال المساعدين الإداريين إدماج الأطور المشاركة بين الوزارات حسب الرغبة ديالهم الميلف ديال المبرزين والمستبرزين وبعض المسائل هكا رتوشات فقط اللي قد يتحل في النظام الأساسي هي اللي قد يتحل والملفات العالقة والزالقة والتراكمية والفئات اللي هي جد متضررة وفي مقدمة المتقاعدون ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 112 اللي تقاعدوا من 2003-2004 2005 اللي بقى مصر عليها اللي تقاعدوا بالسلم التاسع إلى غاية 2019 الذين خاص يكون المرسوم ديالهم موجود على طاولة المكتب ديال بن موسى بلشي وقعه إذن أي حاجة عندها غاية تحل بمراسيم حسب الجدول الأعمار ما كيناش إنك ينمي الفتخة تحل بمراسيم ما كيناش هذيك غاية تحل بمراسيم فأكيد غاية تمشي تجريط طوالها تل الفين ووربع وعشرين إن لم يكون هناك يعني واحد الوقوف الند بالند في وجه الجامع وإحنا ننتقض النقابات باش تصحح الأخطاء دياله وصححها هذيك تجاوزت للدارت وهذيك التغارات للدارت لأنها هي المسؤولة معلومة في جيستيونير على هذيك تجاوزت للدارت في الفين وتسعة عشر وكل شي اللي ما استافدش من المرسوم جولة ساعتاش خمسة من يوربع الفين وتسعة عشر خاصوا يستافدهم واللول أما اللي استافد من السنوات الاعتبارية وحيينة الوضعية الإدارية دياله سواء نكون استوفى الشرط النظامي وترقع أو ما استوفى الشرط النظامي فهذاك رأى استافد من من المرسوم جوزت ساعتاش خمسة من يوربع ما تجيش تقول لي استافد وماكملش عشر سنوات ويجي تقول لي رأى هو رأى من استافدش استافد مدام تحينت الوضعية الإدارية دياله واخدها سنوات الاعتبارية استافد من المرسوم إذن ما ترقعش هذيك مسألة أخرى تتعلق بالمرسوم جوزت سايفة ربعة خمسمية وربعة ربعمية وثلاثة ربعمية وثلاثة ديال ماكملش الشرط الشرط النظامي ديال عشر سنوات باش تتقييد لأنك لما كنتش مقيد ما عندك الحق باش تترقق إذن مسألة أخرى هذوك مستافد اللي ما نستوف إذا تقول لي يا ربعية ما استافدوش اللي ما استافدوش هم ضحايا الزنزان التسع ضحايا المادة ممدة مية وتنى عشر قاعد من الفين تلاته الفين وربعة ألفين وخمسة وكل ما نتقاعدة بالسلم تسع إلى غيث الفين وتسع تاعش وكل ما نتقاعدة من الفين وثلاثة إلى ما تتم من الفين وعدم وضа عشر ألاف وميتين لتقاعدوا يعني ضحايا الزنزان ضحايا النظامين الأصليين دو ما اللي بقي نستفدوش اللي توضي بالسابع او بالتامين وانتهى الكلام شوفوكم فيديو اخر وما تنساو سبارتاج والفيديو وتاوه على نطاق الواسع حتى تعامل الفائدات كاترون جيم اعجاب اللايكات شوفوكم دائما في فيديو مقبل او مباشر مقبل انتهى الكلام